نرحب بكم مرة أخرى عزام شاديم نرحب بخبرنا التحكيمي المتميز دائماً كابتن ناصر عباس كابتن ناصر أهل ستران بيك مشارك تحياتي الكابتنا أيمن وتحياتي الكل المشاهدي ومتابعة قناة نادل أهلي في كل مكان تحيات طبعاً نجوم الكوكبار كابتن علاء ميهوب وكابتن أسام عرابي والكابتن علاء عبر أحمد وكابتن أحمد بالله ناوركات ناورنا كابتن نادل أهلي طبعاً مباراة جبيرة جداً ومباراة عظيمة ومبروك للجمهور على الأداء والنتيجة كابتن علاء وهارد لك لنادي أمبي بردك عاملوا مباراة كويسة كابتن أحمد طب قبل ما نبتدي كابتن معدي إذنى حضرك معيش قبل ما نتدي في المباراة قبل ما نتخش في أحداث المباراة عايز أكلم حضرك معلش عن اللي حصل الماتش اللي فات وردود الأفعال وكلام رئيس لجنة الحكم حاضر قبل ما نتكلم عاملش الفات وقبل ما نخش يا كابتن أسمى على المشه دوت أنا بس رسالة اللي كابتن أسمى عفتاح فضل يعني احنا بنكون لك كل الاحترام يا عصام ومن حقك أنت كمسؤول ورسالك الحكام تدافع عن حكامك مفيش مشكلة خالص من حقك كمان تطلع تبرر الأخطاء اللي هما بيقعوا فيها وإحنا هنا أيضاً ما بنضعش نتكلم لأن ده رأيك ولكن غير المقبول يا كابتن أحمد إن حضرتك يا كابتن أسمى بتطلع توجه بعض الكلام اللي هو الجارح لجميع المحللين اللي بيحللوا في التحكيم أولاً ده شغلنا وإحنا بنختلف كابتن أحمد النهاردة انت حياتك بتختلف كابتن أسمى بيختلف معك وده الاختلاف وكل واحد بيقول رأيه إحنا بنختلف في حالات تحكمية كابتن علاء دون إن إحنا بنجي جنبك يا عصام أو بنتكلم عليك في حاجة بنسيبك تقول اللي أنت عاوز تقوله وإحنا من حقنا نحلل يا كابتن عصام كل اللي المحللين دولت ناس كبر جداً ومنهم كابتن أسامى يا كابتن أحمد كان كان وقصت ذاتك فيه وإنت كنت حكم ده الرموز تحكيم يعني متكلم على جمال غندور ده كان رئيس لجل الحكام وإنت كنت حكم أحمد شنو كان نفس الشيء يعني خلينا إحنا زمايلك ولكن ما ينفعش أبداً إنك أنت تقول إن المحللين كابتن عادل ما عندهمش القانون كابتن أحمد النهاردة حضرتك ممكن تخش على موقع الإفاب أو ارتحاد دولي تجيب القانون وتجيب البرتكول وحتقراه الموضوع ما بقاش خافي على حد كابتن أحمد يعني أنت مش بس أنت اللي حضرتك بتعرف القانون لا الناس دي كلها ناس محترمة جداً وكلنا كابتن عادل مع التحكيم وكلنا بنساند التحكيم ولكن دون إن إحنا نابد نكون فيه وإحنا من خلال كانت لأني دايماً بنقف مع الحكام كابتن أحمد ودايماً بنقف وبنساند عمرنا أبداً ما اتهمنا حد ولا عمرنا وجهنا نقض لازع لأي حد كابتن أسان من فضلك بدلاً ما بتطلع تهاجم الناس أنا حسألك سؤال أنت بقى لك ست سنين موجود في لجنة الحكام وست سنين مسؤول عن زون شمال أفريقيا كابتن أحمد يعني حدك موجود في الكاف مسؤول عن شمال أفريقيا النهاردة الجزائر عندها ثلاث حكام في كاس العالم حكم واثنين من ساعدين النهاردة بنشوف المغرب عندها حكمين في البار النهاردة بنشوف قطر عندها أربع حكام النهاردة بنشوف الإمارات يعني من غير ما أقول إن حدك موجود مسؤول عن التحكيم في مصر على مدار ست سنين ما عندنا لش حكم صفارة في كاس العالم نتكلم على التطوير لا التطوير في النهاية يا كابتن عادل بيترجم لي حاجة واحدة بس إنك أنت منفضلك من شغلك على أقل حكم ميدان في كاس العالم يا ريت نتوّر ونقيت نشتغل ونبعد يعني نبعد شوية عن الإعلام يا كابتن عصام وركز بس في شغلك ويسيب المحللين ناس محللين ناس محترمة جدا كابتن أحمد نحن النهاردة شغلنا كل إجابي ونجيب ميورد الحالات التحكمية ده بس أنا بقوله في ليه أنا أقول الكلام ده كابتن إحنا ماشي اللي فات مثل أحديك حاجة صغيرة حنا قلنا البرتوكول الفور في نص وفي نصوص لما يكون في نص وانا قلت الكلام ده الحالة اللي فاتت ما فيش فيك تهات النص النهاردة أنا النهاردة لو خليت الفور يا كابتن أحمد يتدخل في كل الاستئنافات يبقى النهاردة مرة مش هتتلعب خالص ولكن الفور النهاردة لما تعمل كابتن تعمل ليه فلسفة الفور إيه هو النهاردة لما ييجي في 2009 فرنسا بتكسب بهدف غير صحيح لتيري هنري بالإيد ييجي وتوصل كاس عالم ده الكلام ده تعمل اجتماع في المجلس الدولة الاتحاد الدولي وقرروا أن هما يستعينوا بتقنية الفيديو لمثل هذه الحالات لما نكلم على زمالك والمقصة ولاعب المقصة اللي بلعب الكرة بيديو الناس كلها بتشوف والحاكم ما حسبش البرت عمل لمثل هذه الأمور وليس لأن الكرة تحركت وليس أن القوت تلع غلط ومع ذلك ثاني يوم بنشوف الدورة الإنجليزية رمي التماس بتلعب الخطأ لاعب كل رجلية داخل داخل الملعب والحاكم يحتسب الهدف والبر لا يوجد شيء يسمى البر يدخل هذا الشغل الحاكم نقول اليوم كل الناس اللي تقالت أن البر تدخلوا خاطئ لا يوجد مشكلة ونحن نقول أنه هو رجل أخطأ في أنه يتدخل في حاجة ليس من اختصاصه لا تتلعش تقول أن الناس كلها ليس فهم القانون لا يعني عندما تتكلم على جمال غندور ويحمد الشناوي وساميرو عثمان وياسر عبرقوف وناصر عباس وتوفيق السيد وناس كثيرة لا نحن الحمد لله فيهم القانون ولكن نحترم بعض مفرد نحترم بعض نفسنا نرى حاكم في كاس العالم إن شاء الله 26 اللي جاء على الرغم كابتن أيمان من كل المحللين ليس في مصر سنجيب مصر كده ونرى اسماعيل الحافي ده مسؤول التطوير في قاسة يا كابتن علقة أحد محاضرين اتحاد الدولي عندما يطلع على صفحته ويكتب أن تدخل الضار غير صحيح وأن الهدف صحيح درجة مسؤول ومازال حتى الآن مسؤول عندما يأتي الحكم الكبير إنجلترا ويقول أن الفار أخطأ وأن الهدف صحيح عندما يأتي جمال سيمودي بتاع الجزائر والك الفار ليس لها تدخل في هذه الحالة هذا بالإضافة للمحللين المصرين قلنا رأينا أنت مش مقتنع أنت أقول رأيك دون أنك تتعرض للمحللين من فضلك اشتغل على نفسك واشتغل على حكامك نحن محتاجين تحكين كويس محتاجين نشوف حد في كاس العالم 26 إن شاء الله نذهب للمباراة كابتن النهاردة اللي كانت مليئة بالأحداث الغريبة واختلافات ما بين الحاكم والفارة كابتن علاء ووقت كثير جدا 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 يا كابتن عصام أنت عندك النهاردة حالة أخدت أربعة من خمس دقايق حالة مراجعة الفار معمول أقل تدخل وأقصى فايدة مزبوك لا أخد في الحالة سرعة اللعب النهاردة الحالة بتأكد خمس دقايق في مراجعة حالة نروح لطاقم التحكيم النهاردة اللي كان موجود محمد الصباح حكم درجة أولى أول مباراة تقريبا في الدوري المصري وحقول لك النهاردة محمد الصباح لا يوجد حد يلعب مباراة غير محمد الصباح دي المفاجأة وبمناسبة للتطوير كابتن علاء يا كابتن عادي عندما تكلم عن التطوير أنت النهاردة في تعينات لجنة الحكام ما عندكش غير الحكم ده اللي يدير هذا اللقاء طب حد يسألني ليه طب عندنا حكمين مباراة يا كابتن عادي محمود العشور محمود البانا تمام نتكلم عن القامة الدولية وعندنا ثلاث حكام يعني طبعا من زمن هم مش بلعبوا لأندية البترول بريم نود الدين وعندنا أحمد الغندور ومحمد الحانف دي ثلاثة عندنا كمان اتنين في القامة الدولية محمد عادل وأمين عمر ومحمود ناجي مش عارف تحط حد منهم أمين عمر كان عنده ماتش الأسبوع اللي فات محمود ناجي يمكن ماتش انبي اللي هو في أول الدوري اللي حسب راكل الجزاء على انبي وكان فيها كلام وكده مش قادر تحطه لما يكون عندنا تطوير كابتن علاء على الأقل يبقى عندي ثلاث أربع حكام أنا عامل حسابي فيهم أختار ما بينهم يعني مزنقش الحاكم ومدغطش الحاكم في هالسين المبولة ده التطوير اللي احنا بنتكلم عليه